اشتركوا في القناة هي ايمان الفجاري متحصلة على الاستاذية في اللغة والاداب الفرنسية غرامها للمصدح خليها تدخل للمجال الاعلامي وتقدم برامج حاولت فيهم انها توصل اراء المواطنين وتحكي قصص نجاح ومشامم الفل وخرجت للشارع على صفحتها الخاصة على الفيسبوك اتعرفت بمواقفها ونقضها للواقع التونسي والاعلامي غابت فترة قصيرة على المصدح وترجعنا ايمان الكاتبة في اول اصدار لها رواية قصيرة تحكي على طبقة الاجتماعية الوسطى في قصة حب ثارت على القيم في المجتمع فكانت هاشتاك 14 بحضان الكاتبة العالمية ايمان الفجاري اهلا وسهلا بيك ايمان اهلا وسهلا مكي ومرحبا بالنسلة تفرج مرحبا هاشتاك 14 مولود جديد اكيد عنده اسباب مخاض وولادته علش هاشتاك الساعة مواكبة للعصر والانية علش 14 14 فهمناها ممكن هاشتاك عمالي رواية من حيث الجنس من حيث الجنس وعمل رواية صدر عندر المنتدى للنشر للصديق كميل حمدي نواجه له تحية نعم رواية من 150 صفحة فيها خمسة فصور واكثر من سبعة بوايب هاشتاك يعني اذا تحدثنا بلغة تكنولوجيا سنجدوا ان الهاشتاك هي الاختصار الحديث بمعنى انه قديما كان الناس اذا يريدون القراءة عن الحب يرجعون الى المجلدات او الى الكتب القديمة حاليا يكفي انك تعمل هاشتاك يسميه وزادة الوسم اكيد عندك فكرة علاش مش وسم 14 جوستمون هي رواية قريبة من الشباب ربما انا من مثل الجيل اواخر سبعينات اوائل الثمانينات واوائل الثمانينات وبتبقى الحال هذه اللغة الحديثة حاليا المتداولة اكثر المتداولة اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي وبتبقى الحال ولغة هذه هي لغة عالمية يعني يكون قلها هاشتاك العالمي يفهمني هاشتاك لكن تبقى وطبيعة خصوصية اللغة العربية محدودة شوية في كلمة الوسم دونك هي رواية هي رواية الأولى 14 ثورة ما بعدها 14 يعني هي رهاصة الثورة الكل بما فيها 14 جنف بما فيها مفاجآت ايضا ينتظرها القارئ في وسط الرواية لأنه هذا هو دور الرواية وانه يخاتل وانه يصنع المفاجآة للقارئ يعني ان القارئ بشي ينتظر حاجة لكن ينجمي يطع حاجة أخرى من ناحية هو تخيب أفوق الانتظار يسميه النقاد لكن من باب أيضا أفوق الانتظار أنه في المشهديات اللي تركز عليها ثم جرعة جرعة هل تقول زايدة لأن التصنيف الذوقي ما عندهش أساس في نقد الأدبي لكن ربما صادمة تعمت هذا بالتأكيد تعمت هذا لأنه رواية أولا وأخيرا هي رواية تقريبا مستمدة من أحداث الواقع يعني الشخصيات هي تنتمي إلى شخصيات من الطبق الوسط إذا كان ما زال يمكننا أن نتحدث عن طبق الوسط في تونس هما أستاذين أستاذة وأستاذ وبطبيعة الحال عاشوا قصة حب عميقة قصص الحب التي نرى فيها الانسهار والعورية التام أمام الآخر وبطبيعة الحال انتهت العلاقة ككل العلاقات العميقة والكبيرة بالانفسار وبطبيعة الحال كل واحد منهم حاول أنه يمشي يشوف طريقه ويحاول يلوج على مرحلة الشفاء أو وفي الأثناء تخيم خيبات الثورة الخيبات التي هيشها شباب يوميا تقريبا لا ساذة عاشوا سنة بيضاء سنة بيضاء للحب عاشوا ويعيشون سنوات سنوات بيضاء اخترت الأساذة والرواية كتبت في المرحلة المهمة برشة تاريخيا أظن اللي هي مرحلة ناجي جلول وقت اللي كان على وزير التربية بطبيعة الحال وفي الرواية فما أجزاء كبيرة جدا لحقيقة نراوح تجاذبات هذه نراوحها في الرواية بطبيعة الحالة أنه شخصيات تعكس وتتحدث على مواقفها برغم لهم أساذة لكنهم يحاولوا يوصلوا مواقفهم اللي صار في تونس في الفترة هذه هذا الرواية واقعية مش فانتازية مش تخيل يعني هي رواية فيها استلهام يعني هي فيها استلهام من بعض الحكايات اللي أنا عاشرتهم أو ربما مريتهم أو طلعت عليهم خلال عملي في الأعلام ولكن زي ده من أجل الحبكة الروائية كان لابد لي أن أخلق ربما نوع من النحط الروائي باش الرواية تتكامل ويكون عندها مضمون وتكون عندها حكاية قوية بتبقى الحال في الأخير هو صراع نفسي فما جانب مهم برشا مكي أغفلوه تقريبا الأخصائيين متعلم النفس أو علماء النفس أو علماء الاجتماع اللي هي نفسية التونسي ما بعد فاورة 14 جنسي نفسية التونسي كانت جزء نطلع عليه في بعض في بعض ربما المقالات تونسي حزين التونسي ليس سعيدا ولم يبحث أحد عن داخل هذه النفسية بمعنى ما الذي جعل التونسي اليوم يحس بالخيبة يحس بالأحباط عملت حفر أنت من خلال شخصية الأساذ نعم جزء أنه عملت حفر من خلال شخصية الأساذ ومن خلال زي دبقيت شخصية في الرواية لأن الكتابة النفسية هي كتابة تكتب في العمق في العمق الإنساني وتبقى الحال هذا يستوجب سنوات طويلة من البحث ومن التعلم وهذا اللي عملت لأن الرواية تكتبت في مدة تقريب أربعة أو أكثر من ذلك شي سألك على مناخات الرواية ومناخات يقال أن الرواية فن مديني بامتياز والشعر له حظه البداوة مثل ما يقال ربو معه صفاء البادية مناخ المدينة مهيما مسيطر بالعكس تماما طبع أحداث ريس بالعكس تماما لأنه بطل الرواية عيسى وهو أستاذ تربية مدنية يدرس في جعفور وجعفور هي المدينة الهدئة مدينة السكة الحديد وبطبعه هو ذهب إلى جعفور ويقول أنه جعفور تنبت ما أكلته العاصمة منها ولكن زاد ويدات بقات في العاصمة وبطبيعة الراء وزادك الزخم وكل قوة وكل حركية متاع العاصمة لكن هذا ما ينفيش أنه في الرواية نوظف بعض الأغاني البداوية كيف كيف من ريف سليانة تحديدا وتحياتي الأهالي سليانة اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا واللي لحقيقة فما روحة كبيرة أنا خدمت فيها في الرواية هذه من منطقة هذه ومن جهة سليانة تعرف إذن سليانة ويعفور نعم أنا تنقلت نقلت جدا نتصل بالعديد من الأخصائيين نفسيين زملائي مستهلكين ومواكبين لأعمال الرواية شي ما عندك تعليق أو حبيب لحقيقة أنا أمي معاها سوق فيسبوك وشفت فرحتها كيف أعلنت أنه رواية ليس أجمل ميلاد كتاب فعلا هي كانت فرحانة برشا وانا بركتلها فانتظار أني نقرأ رواية لحقيقة اليوم حبيت نشريها ما نجمش تحني أعطيك نسخ طويل لي لي فديتوها ما لقيتش في المكتبة ويني نجمو يلقاها بسرع القراءة في الأيام القادمة إن شاء الله بشيقا في مكتب الكتاب في دار المعرفة وفي بعديد من المكتبات في الجهات بيب هاشتاغ واربعتاش مش نثم نماطية في الاسم ولا العمل الأول مسموح أنا يبيع يعني بدأ استعمال هذه المصطلحات الحديثة معناها أو المعاصرة والإعلامية معناها حتى حب على الفيسبوك ونسيان كام أخلا مستغان معناها استعمال هذه يعني اللغة جديدة ما نعرفش هل هي تعتمد لغة فخمة لغة عربية معناها فيها بحث فيها بناء أم أنها تبحث في اللغة البسيطة السهلة يعني أنا كتبت باللغة العربية الفصحة هذا أكيد ولكني وظفت اللهجة المحكية التونسية في بعض الحوارات كي أفف مزيد من الواقعية على رواية لأنه اليوم التونسي ماذا به يحس أنه الكاتب أو الراوي أو القاس قريب منه يعني أنه يكتب بلغته يعني أنه يشبه له ما هو الشخص قاعد في مكان عالي ينظر ويكتب لأشخاص آخرين ما همش القراءة وينسا الرواية حاولت قدم النجوم اللي أنا من النجوم مش نقول من قايم أنا مستوى اللغة متاعي لكن النجوم نقول فقط أنه اشتغلت جيدا على مضمون الرواية لغويا وخاصة على المضموء على الهيكل متاع الرواية لأنه مهم جدا أنه نخرج حاجة في مستوى أولا عامل أول وفي مستوى زادا أنه تنال أعجب القراء وفي انتظار عمل ثاني نشكروك ونحيوك فما مشروع حاليا نكتب في روايتي ثانية جيد يا شيء يتحلت يكفي أن تكتب الرواية الأولى حتى تبحث في روايات أخرى هكذا يقول النقاد إمان الفجاري العالمية الكاتبة أهل سالبيك شكرا نوردنا في البلاتو مشاهدين الكرام وافر الشكر لكم على المتابعة والوفاء هذه تحية مني أنا مكهلال وكامل فريق البرنامج مع الأمنيات بالسلامة وضرورات الحذر تبقى واجبة لها لنا في مرتفعات الشمال الغربي والوسط الغربي دمتم بخير وسلامة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى